موسيقى مرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نقطة تحول في هذا اللقاء مشاهدين الكرام سوف نتحدث عن علم الكيمياء وصول هذا العلم وايضا اهم الفروع والاقسام المختلفة الخاصة بعلم الكيمياء وكيفية استخدام تطبيقات هذا العلم لخدمة المجتمع معنا ومعكم مشاهدين الكرام للحديث في هذا الموضوع الوستاذ الدكتور جلال نوار رئيس شعبة بحوث الصناعات الكيميائية بالمركز القومي للبحوث رحب بك يا فندم اهلا بك يا دكتور معينا وطبعا في البداية نحب نلقي الدوء على وصول علم الكيمياء وكيفية ظهوره علم الكيمياء ظهرت مع بداية حضارة الانسان من بداية عصر الفراعنة الفراعنة طبعا احنا عارفين اليوم تطبيقات كتير مبنية على علم الكيمياء علوم الطحنيت علوم البيات والسبغات اللي كانوا بكتبوا بيها على المعابد اه وليهم انجازات في تعاملهم مع المعادن والاحجار والدهب وهكذا يعني اه وتطور علم الكيمياء معهم طبعا اي علم بتطور بناء على حاجة الانسان دايما كل ما الانسان اه ظروفه بتضغط عليه والطبيعة بتضغط عليه فبيبدأ يعمل رد فعل اه من خلال ابتكارات ومن خلال علوم مختلفة من بينها علم الكيمياء اه وتطور علم الكيمياء وكان اه احد الاسباب الاساسية اللي بتعتمد عليها لحضارة الانسان لحد ما وصلنا للعلماء العرب جابر بن حيان وبعدين تقت حضارة لأوروبا وبدأ برضو علماء الكيمياء يطوروا اه هذا العلم الى الايام اللي احنا بنعيشها يعني اللي عايز اقوله كان فيه احتياج لظهور هذا العلم في الوقت اللي هو اه يعني ظهر فيه شيء طبيعي عادة بتبقى فيه حاجة اه للمجتمع او الناس اللي بيعيش في اللي بيعيش في هذا العصر مشاكل معينة بتواجههم بيفكروا يحلوها فبيلجأوا اه بيبدأوا يبتكروا من الابتكارات دي بتبدأ مع الوقت تتبالور في انها تشكل اه اه كم معين معرفي بنسميه علم الكيمياء علم الفيزياء علم الرياضة وهكذا اتطور علم الكيمياء اه لحد عصرنا الحالي يعني هو علم طبعا بيمس اه كل شيء حوالينا يعني اه اي مادة بنتعامل معها اه بالاضافة لكائنات الحية طبعا كيميا الحيوية بفروحها اه العلم لما نيجي مبسطه هو هندسة التعامل مع الزرات والجزيئات يعني يعني المهندس مثلا المدني بيعمل مثلا الكبري او البناية او الطريق من خلال التعامله مع المواد اللي موجودة يعني علم الكيمياء برضو فيه هندسة بس هوب مادة ما بتبني باحجار والطوب ومواد زي كده انت بتبني بالجزيئات وبالزرات فبتبدأي تبني جزيئات جديدة اه لها الجزيئات الجديدة دي لما بتجمعيها في مواد بيبقى لها خصائص جديدة بتقدار تحل بيها مشاكل يعني لما مثلا نقي كان بيحصل مثلا ان معدن معين بيستنفز او بيخلص بيبدأ الانسان يفكر طب ايه يعمل ايه يبدأ يعمل لدان صناعية يبدأ يعمل سبايك لها مواصفات معينة عايز يطلع الامر محتاج معدن لها مواصفات معينة او محتاج سبايك لها مواصفات معينة تتحمل حرارة عالية جدا تكون خفيفة فيبدأ يبتكر وهكذا بتطور علم الكيمياء عشان يستجيب للحاجات اللي بيحتاجها الانسان اذا ما تحدثنا مع حضرتك عن الاقسام الخاصة بالكيمياء وبرضو اهمية ظهورها واحد تلو الاخر لما بيزيد الكم المعرفي مع مرور الوقت وبحضرت الانسان بيزيد الكم المعرفي بيبدأ يحصل نوع من التخصص اكتر فبدأ يظهر طبعا فروع كتيرة في علم الكيمياء علشان تغطي احتياجات معينة يعني في مجال مثلا النسيج مثلا بيبقى فيه محتاجين السبغات ومحتاجين نعالج الالياف اللي موجودة زراعية لما بتنقص الالياف الزراعية بنبدأ نبتكر الالياف صناعية والالياف الصناعية الليها خصائص مختلفة شوية عن الطبيعية طب محتاجة انواع مختلفة من السبغات يبدأ الانسان يطور ويبتكر بتظهر مثلا علوم خاصة مثلا بالتعامل مع المشتقات البترولية طيب احنا عايزين مثلا الانسان ابتكر طيارة عايز لها وقود معين فبتبدأ تتطور انواع الطاقات المختلفة اللي هي البتروكوميات بمختلف طبيقاتها اللي احنا بنشوفها حوالينا في كل حاجة من لبس بنلبسه أدوات تجميل أدوية مركبات جديدة بنقاوم مثلا الانسان بيحتاج بتظهر له مقربات جديدة بتظهر له قفات جديدة فبيحتاج يقاومها عشان يقاومها لازم يبتكر مواد جديدة أكثر فعالية لان المواد اللي هي افتكرها قبل كده القفات والمقربات خادت لها مناعة ما زبحتش مؤسرة فلازم يشتغل ويبتكر مواد جديدة وهكذا بتطور يظهر علم الكيميا الطبية ومثلا علوم الفضاء بالكامل بيتبحها علم الكيميا فان رائد الفضاء اللي بيطلع ده لازم مثلا يلبس بادلة لها موصفات معينة يبقى محتاجين نعمل نبتكر أساليب معينة من الكيميا مثلا يأكل بطريقة معينة نعمل أكل معين برضو من خلال علم الكيميا وهكذا في كل حركة بتحركها الانسان سواء عشان يحل المشكلة أو علشان يضيف إمكانية جديدة لنفسه أو عشان يكون يدفع عن نفسه في علوم الأسلحة طبعا علم الكيمياة بقى من كومبالة الزرية والكومبالة الهيدروجينية وكل ده مبني على أسس علم الكيميا إزاي في النهاية تبص حواليك أي مادة حواليك تقدار تحواليها المادة أخرى أو تحل بيها مشكلة بنيجي هنا في بلدنا مثلا بيبقى عندنا مشاكل بعض المخلفات ضغط على مثلا كمثال أش الروز أش الروز ده مواد أو مادة أو مجموعة من مادة بتتكون من كذا مركب يعني وبتستغل استغلال سيء جدا بأن احنا بنحرقها لأن ما عندناش مش قدرين نطبق يعني علم الكيميا عليها بالشكل الجيد لما بنبدأ نطبق والعلم ياخد يعني استلم المشكلة بيبدأ يخلصها وبيحولها من حاجة احنا بنعاني منها لإضافة ومصدر داخل تخدت بالحدي كمثال برضو نقرب للمشاهد انت نهاردة بنخلال أش الروز بتقدار تعملي لوب الورق بتقدار تعملي بعض الخلاصات المفيدة وبيبقى أش الروز ده خامة مفيدة بتبع وتشترا في السوق ومحدش بيحرقها لانه بتكسبه فلوس فبنبدأ نحول الشيء السيء لشيء جيد بعلم الكيمياء قديما يعني كيف استفاد المصري القديم من علم الكيمياء ازاي وصدفوا فعلا لخدمة الحياة والبيئة من حوله طبعا مصريين الخدماء عملوا حضارة الحضارة دي كانت أحد الأسس بتاعتها أو الدعائم بتاعتها هي علم الكيمياء ازاي ما قلت لك تمثل في قدرتهم على معالجة بعض الأمراض من خلال علم الكيمياء قدرتهم على طحنية الموتى وقدرتهم على انهم يعملوا عنواع من السبغات وأنواع من الألوان والتطوره بحيث انهم سادوا يعني العالم بحضارتهم ولحد النهار ده بنقرف حضارتهم حاجات كتير يعني مبنية على علم الكيمياء والعلوم الأخرى طبعا دكتور هل علم الكيمياء بيخدم بعض العلوم الأخرى أو بنقول بيتم توظيفه لخدمة بعض العلوم الأخرى العلوم كلها حلقة واحدة بالزبط زي المحطات والبحار والأنهار يعني هي بتبقى الشبكة لازم بيبقى يعني زيما البحر بيصب في محيط أو النهر بيصب في بحر دورة دورة من الدورات الحياتية دورة من الدورات الحياة يعني فالعلوم والمعارف كلها بتلتقي في نقط وبتعتمد على بعضها وبعدين في لما بتيجي تعمل أي إنجاز بتحتاج لكل العلوم مع بعض يعني بتحتاج انك تستخدمها تقدرش تقولي أنا من خلال علم الكيمياء بس هقدر أعمل مثلا نكون بلا زرية لا أنت فيكون بلا زرية بتستخدم علم الكيمياء بتستخدم الطبيعة بتستخدم الرياضة بتستخدم الهندسة بتستخدم كتير أول من العلوم عشان تقدر تخلقي كيان يعني يعدي مهمة معين فالعلوم طبعا بتشكل المعرفة ومن خلال المعرفة بتقدر تعمل تحلي مشكلتك يعني يمكن حضرتك من شوية أشارت إلي إن علم الكيمياء ممكن من خلاله نكتشف أو نتوصل إلى اكتشافات كثيرة جدا زي مثلا علاج لبعض الأمراض يعني ممكن إن احنا نصنع بعض المنتجات أو المواد الدوائية اللي بيها نعالج بعض الأمراض عايز أتكلم عن الجزئية زي زي اللي ممكن من خلال هذا العلم فعلا نخدم البشرية ونتوصل في الوقت الحالي إلى اكتشافات مهمة جدا أنت تقريبا قطاع الدواء والأدوية الجديدة وكل الانجاز ده مبني أساسا على علم الكيمياء كلمة مركب بتعني إن انت مركب جديد بتعني إن انت إما سواء هو مكتشف أو إن انت بتكريه أو بتخلقيه من بعض الوحدات البنائية اللي عندي ففيه فروع في العلم الكيمياء اللي هي الكيمياء التخليقية أن انت بتاخدي بعض الجزئيات وبهندسة الكيمياء طبعا كل حاجة مشة بهندسة يعني ما تدريش فيه هو بقى محتوى العلم نفسه إزاي إن أنا فاعل مثلا أفاعل مثلا أنصر الكربون مع الأكسجين إزاي لها قوانين وليها أسلوب أفاعل مثلا مواد بتروكيميائية قادر أعمل منها أدوية إزاي أغير تركيبها إزاي عشان أقدر أحلي بالمشكلة ففي قطاع الدواء بيبقى إما أنك أنت بتستخلصي بعض المواد الفعالة من الكائنات الحية اللي حواليك سواء نبات سواء حيوان أي كائن حية بتستخلصي منه مواد كيميائية أو ببعبارة عن خزنة من المواد الكيميائية المعقدة الكيميائي بيتعلم أسليب إزاي بيفصلها من بعضيها وإزاي نقيها وبعدين يجرب فعليتها ففيه جزء كبير من الأدوية الأدوية بتعتمد على منتجات الطبيعية الجزء الثاني بيعتمد على علوم التشييد الكيميائي إن أنا بابني مركب جديد من خلال أن أنا بيستخدم بعض العناصر وبعض الجزئات اللي موجودة حواليها بابدأ طلع مركب جديد مش معروف قبل كده وبعدين بالوسائل بقى سواء وسائل فيزيائية مع علم الطبيعي العلم الكيميائي بقدر أتعرف على التركيب بتاعي الجديد ده وبعدين بروح لجماعة علم البيولوجي بيجربوا لي المواد بتاعتي دي على الحشرات أو على الميكروبات ويقولي أه والله التركيب اللي انت عامله ده أو التشييد اللي انت عامله ده بيموت الفيروس الفلاني أو بيموت الميكروب الفلاني أطلع من عند جماعة بتاعه البيولوجي بنروح لجماعة بتاعه الصيدلة طيب إزاي نديلي الإنسان علم الصيدلة يبدأ يتدخل نديلي الإنسان بالطريقة الفلانية لأن نديله كمية عد كده لأن نديله ثلاث مرات في اليوم لأ مرة واحدة وهكذا تلاقيه سلسلة من المعارف والعلوم المختلفة حتى توصلي في النهاية الحالة للمشكلة ماذا عن الأبحاث والدراسات اللي بتقوم بعملها في داخل المركز القومي للبحوث وتحديدا شعبة بحوث الصناعات الكيميائية شعبة بحوث الصناعات الكيميائية أحد شعب المركز القومي للبحوث مركز القومي للبحوث مهمته الأساسية إنه يقوم ببعض الأبحاث التطبيقية عشان يتحل مشاكل المجتمع المجتمع عسلا بيعاني من مشكلة في المياه اللي بتعمل بحوث مثلا في شعبة البيئة عشان نحل مشاكل المياه مشاكل الهوى المجتمع بيحتاج بعض المشاكل في قطاع الزراع عايزين نزود انتاجية الفدان عايزين نخلص من بعض الأفات كذا الشعبة الزراعية بتبدأ تتعامل مع الحاجات دي وتعمل بحوث وإنجازات في هذا المجال وهكذا كل مشكلة بتعرضها المجتمع المفروض الشعبة أو مجموعة من الشعب مع بعض بيتصدوا للمشكلة دي وبيحلوها من خلال الأبحاث بتاعتهم وبعد كده بنبدأ ناخد مثلا نتقدم للجهات المنحة وناخد ميزانيات عشان نطبق الكلام ده وبعدين لما بنطبق وبيخرج للنور بتحول لبراءات اختراع وبيبقى معدل انه اي مستثمر او حكومة تيجي لما تعرض لمشكلة معينة تيجي تقول والله انا عايز احلول فبتبقى من خلال براءات او مشاريع وبتبدأ نتعامل معنا طبعا في الفترة اللي بيبقى فيه بكسر يعني هذه الابحاث او العمل على مستوى هذه الابحاث بيكون فردي ولا جماعي بما ان حضرتك بتقول في النهاية بتحول الى مشروع وبراءة اختراع عايز اعرف بدايته بتكون فريق من الباحثين بيبدأ فعلا بشكل يعني فيه نوع من الجد والاجتهاد العمل على اتمام هذا البحث ولا بيكون عادة هو شخص واحد لا او عمتا اي ابحاثة تطبيقية بتحتاج فريق عمل يعني بتحتاج فريق عمل لانه بتحتاج اكتر من تخصص فيبقى من طلب اكتر من تخصص يبقى فريق عمل والفريق العمل ده بينجز المشروع وبيبدأ المشروع سواء على مستوى النصف الصناعي عادة المشاريع عشان تبدأ تطبق في الصناعة مشاريع عشان تبدأ تطبق في الصناعة لازم الاول بتعمل على مستوى النصف الصناعي وبعد ما تتمع المستوى النصف الصناعي ويزبط جدوها وامكانية تطبيقها بتبقى متاحة للناس اللي بتطبق سواء قطاع خاص او الحكومة ايه طبيعة التحديات او الصعوبات اللي بتواجهكم في اثناء العمل في داخل المركز الكومي اللي بحوث بتحديدا شعب الكيميائي هو طبعا الصعوبات اللي هي طبعا في صعوبات حياتية اللي منعكسها مشاكل المجتمع منعكسها على الباحث شيء طبيعي يعني بحكم ان هو عيش في المجتمع ده يعني لكن عمتا هو الباحث اساسا المفروض ان هو بيبقى موجود عشان يحل المشاكل يعني فالمفروض ان هو باستمرار بيقدر يقدم حلول واساليب للمشاكل اللي بتحصل دي يعني بيكون عندكم كل الاجهزة اللي بتمكنكم او تؤهل هؤلاء الباحثين من العمل على اتمام هذه المشروعات البحثية او هذه الابحاث ولا في بعض الاحيان ممكن الباحث يلجأ الى مؤسسات او هيئات خارجية ممكن تساعده في بعض الخطوات بعض المراحل لا يعني يعني اصب دعون مؤسسات تانية زي المركز الكومي للبحوث قد لا يتوفر مثلا في داخله يعني ادوات معينة مصر شيء طبيعي طبعا كل مؤسسات البحثية جوه المصر بتتعاون بشكل او باخر كلنا بنعتمد على بعض يعني لان ما فيش مكان بيبقى فيه كل حاجة يعني شيء طبيعي وفي العالم كله كده مش احنا بس لانا مثلا بيبقى فيه جهاز معين ممكن زميل محتاج جهاز معين بيبقى موجود مثلا في البحوث المعايرة في معهد الفريزات في البحوث البناء في مركز بحوث الزراعية بيروحوا الزملاء وفي زملاء بيجيبوا لنجده شيء طبيعي يعني كل المراكز البحثية بتتعاون مع بعضيها البحثين بتحركوا جواها يعني وبيحلوا مشاكلهم يعني لو رجعت وتكلمت مع حضرتك عن فروع يعني او اقسام الكيمياء يعني معروف منها العضوية والغيرو العضوية والتحليلية وغيرو عايزة اقول الاقسام دي كلها بتخدم بعضها ولا كلا يعمل بشكل منفصل تماما مش في الهلوم شكل منفصل المعرفة دي زي ما نقولك زي البحار والمحيطات كله متصل ببعضه كله بيعتمد على بعضه عشان في النهاية تقدري يحصل حيايا او انجاز يعني فالمعارف كلها متصلة ببعضيها تماما اكل يعني محيط معرفي واحد لما بتزيد المعارف كتير بيحصل نوع من بنحتاج لنوع من التخصص او لما بتزيد المشاكل تعقيدا بنحتاج لنوع من التخصص فالكيميا بيبقى مش بس كيميا عدوية وكيميا غير عدوية لا الكيميا العدوية نفسها بتبقى عدد من البحور والانهار يعني فبيبقى فيه مثلا علم البولمارات ده علم بيختص بان من الكيميا العدوية يعني انت بتيجي بقى ناس تتخصص في مثلا البلاستيك والمطات وعلم البولمارات ببساطة ان انت بتعملي جزيئات كبيرة اوي من وحدات بنائية متمثلة ومتكررة فبتقدر تحصلي على خصائص فيزيائية مختلفة بتديك اتحية مثلا ممكن بقى تعملي مثلا اكسدامة العربية بعد ما كنت بتعملي معدن زمان وحديد بتقدر تعملي من لدان البلاستيك بتقدر مثلا بتعملي مثلا انواع من البويات ممكن ما تدهني بها مثلا السفن والحاجات دي ما تصديش في البحر فبقى فيه تخصص البولمارات تزيد المعارف مثلا محتاجة عدوية او مركبات معينة يبقى فيه ميديسنال كيميستري او الكيمياء الطبية مثلا مبيدات الافات محتاجة كيموية يعني مركبات معينة شان تقومي افات معينة يظهر كيمياء المبيدات وتبدأ بقى كيمياء العدوية دي تتفرع لفروع عديدة طيب دكتور يعني اكتر مشروع بحسي او بحس انتو عملتو في داخل الشعبة وحضرتك يعني كنت فخور بي او حاسيت ان هو قدم نتائج مذهلة يعني استطعنا من خلاله فعلا ان احنا نتوصل الى اكتشاف او ابتكار معين كان له يعني صدى كبير واحنا في الفترة اللي هي السنتين اللي فاتوا دول يعني كان بدأت منظومة بحس العلمي تمشي خطوة جيدة لقدام بان يبقى فيه صندوق العلوم والتكنولوجيا عنده ميزانيات جيدة فبيبدأ على اساس تنفسي يدي ميزانيات للمشاريع العلمية البحسين بيقدموا مشاريعهم وبيتم تحكمها وبيختاروا الافضل وبيدونوا ميزانية ينفذ المشروع ده وبعدين برضو كان فيه جهات منحة تانية في دلوقتي المؤسسات بتبذل مجهود كويس في انها تمول البحوث اللي هي القومية في مؤسسة مصر الخير بتدي ميزانيات جيدة في الاكاديمية البحث العلمي في الاتحاد الاوروبي فكل دول بيبقى لأسس تنفسية بتقدم لهم المشروع بتاعك وهم بيحكموه وزمالك بيقدموه بقى بيختاروا بعض المشاريع ويمولوه الشعبة عندي انا يعني في الفترة الاخيرة دي قدرت يعني تدخل تكسب مشاريع جيدة ميزانيات جيدة تتعدى 3 مليون جنيه و4 مليون جنيه ده يعتبر ميزانية جيدة الشعبة ده قدرت يدخل ميكرو من 15 أو 20 مليون جنيه من المشاريع البحثية وبدأ مشاعات تطبيقية في دلوقتي بنعمل واحدة تجربية على المستوى الصناعي لتلبيب أشروز نطلع منه لوب الورق ودي بتتنفذ في مزرعة المركز وان شاء الله يعني على اخر السنة هنبدأ ان دي كلها تكنولوجيا مصري تعمل بالطاقة الشمسية وهتبدأ كله محلي واحنا بنستورد لوب بورق كتير فدي هتحل المشكلة تقشر الرز وفي نفس الوقت تتوفر لوب الورق وهيطلع خامة تانية برضو جيدة للصناعة والوحدة دي معمولة بأجهزتها بكل التعكوين بتاعها تبقى واحدة نموزجية وتسوق للمستثمر بعد كده اللي عايز يعمل مصنع يشتغل بأشروز ويطلع منه لوب الورق هيجي قلنا والله انا عايز واحدة زيدي بالزبط تيرنكي فاحنا ننفذها له دكتور يعني الكم المصروف على مثل هذه المشروعات هل يضاهي يعني العائد المتوقع منها يعني لو قلنا احنا بننتج وفي نفس الوقت يعني في مصروفات بتصرف على مثل هذه الأجهزة والأدوات هل فعلا احنا مضوقعينه او الكام يعني العائد علينا هيكون اكبر من تلك المصروف لا طبعا دايما اكثر يعني افضل طرق الاستثمار انك تستثماري معرفة علمية او بحث علمي في انك تعملي منتج جديد او تعملي ده ده اساس المهرك الاساسي بتاع كل الحضارات يعني يعني انت من خلال العلوم والمعارف بتقدر تحولي تراب لدهب طبعا حجم يعني اكبر استثمار ممكن تحقيقه او اكبر عائد ممكن تحقيقه تحقيقه من حقيقة التطبيق العلمي لفكرة يعني طيب دكتور حقيقي حدستاني عن مشروع جميل جدا والحقيقة زي ما قلت دوقتي ان هو يعني بدأ بالفعل تطبيقه والعمل عليه عايز اقول المنتج ده ممكن يسوق في داخل مصر وننجح في تسويقه عايز اتكلم عن البعد ده برضو لان مهمة اوي بعد ما ببزل مجهود واصل الى منتج يعني اود ان انا اصوقه علشان يبقى في استفادة او قاعدة كبيرة من الاستفادة طبعا المنتج يسوق داخل مصر وطبعا احنا عملنا التعاقدات على المنتج قبل ما نخلص الوحدة لان السوق مبادني يعني في حاجة الى هذا عادة مطلوب من الباحث انه برضو او يعني من الحكمة انك انت تعملي بعض التطبيقات او بعض المنتجات اللي انت بتستورديها اللي انت بتحتاجها بكميات كبيرة اللي السوق محتاجها اوي عشان تقدر تسويقه بسهولة يعني على الاقل في البدايات واحنا طبعا كمجتمع برضو لازلنا في البدايات من ناحة التطبيقات العلمية خاصة انه بيعد علينا فترات زي الفترة اللي فاتت كده كان برضو يعني العلوم والباحثين مهماش يعني واضين دورهم بالكامل يعني ونتمنى في المستقبل ان الامور دي تتحسن كتير ما ينقص يعني الباحثين والعلماء في داخل المركز القومي للبحوث من وجه نظره هو دايما بيبقى المشكلة الاساسية او اللي بتعوق انطلاق الباحثين او بتخلي معدل او المعدل اللي بتحركوا بيابطأ هي اساسا بتبقى مشكلة سياسية بتبقى مشكلة سياسية اساسا يعني لما بيبقى فيه ارادة سياسية انك تفعالي المعارف وتحلي مشاكلك بنفسك وتعتمدي على صناعتك وتعتمدي على زراعتك وابا بيبقى دور الباحثين اساسي ومفتوح لما بتكون فيه سياسات انك انت عايزة تبقى بلد سياحي بس فقط اه الاتجاز يعني السياسة هي اللي بتفي النهاية بتحدد المربع اللي بتحرك فيها لكن اصد اقول في داخل المركز عندكم هنا هل فيه يعني ادوات محتاجينها هل فيه امكانيات معينة بتنقصكم محتاجين ان انتوا تجيبوها علشان ننهض اكتر بهذا العلم وهذا الفكر ما شئ طبيعي انت دايما في اي مؤسس سواء هنا او برا باستمرار انت محتاجة مع الوقت انك تعمل ابداتنج لكل حاجة يعني لكن اه هياش دي المشكلة المعوقة الملحة يعني المشاكل المعوقة الفعلية هو التوجهات السياسية دكتور لسه علم الكيمياء ممكن نستفيد منه اكتر بس في السنوات القادمة يعني هل تشعر فعلا ان احنا مهما اخدنا من هذا العلم لازال لسه هناك تطبيقات كثيرة وانجازات يعني لم تتحقق بعد علم الكيمياء وكل العلوم دي هي اللي ربنا خلقها عشان الحياة تفضل مستمرة ليوم الدين فانت حياة الانسان وعلومه ده شيء مستمر لنهاية العالم وانسعد مشاهدين الكرام ان نلتقي مع دكتور مجدي نشار استاذ مشاهد بشعبة بحوث الصناعات الكيميائية بالمركز الكومي للبحوث شرفنا بالكواكف شرفت بك يا خنش دكتور مجدي يمكن احنا اتكلمنا عن اصول علم الكيمياء وعرفنا ان هو بيرجع الى الفارعينة وتكلمنا عن تطبيقاته في العهد القديم ازاي استفاد المصري القديم من اصول علم الكيمياء عايزة اتكلم مع حضرتك دروازي في حياتنا اليومية ازاي ممكن نستفيد من تطبيقات علم الكيمياء وطبعا انا اتكلمنا عن اصول علم الكيمياء وتاريخها وده شيء عظيم جدا احب بس استكمل ما قاله يعني وبالتطبيقات علم الكيمياء عمتا مشكل العام حسب معلوماتي وما افهم فيه هو اساس علوم كثيرة جدا يعني بعد علم الكيمياء كان في بداية بدأت تبسك منه علوم كثيرة عم سبق على سبيل المثال البايكيميستري اللي اتخصص فيه معليا الجميل في العلوم عمتا ان هي كان زمان كل علمه منفصل بذاته اما الان بقى فيه اقسام دمجي مع بعضه فبتلاقي الانسان دلوقتي عندك كيميستري وبيولوجي عامل باي كيميستري عندك الفيزيكس والبيولوجي بايوفيزيكس عندك الجيولوجي والفيزيكس فتحس ان العلوم بقاش حاجة واحدة مبقاش في واحد نظام زمان انا متخصص في علم واحد فقط وده عرف غيره فده شيء جميل جدا بيساعد ان هو انسان فهم اكتر من التخصص فيقدر في الابليكيشنز بتاعته تطبيقات بتاعته يقدر يعمل اشياء كان قبل كده كانش حد يعرف يفكر فيها لان هو معندوش البيتك ساينس او العلوم الاساسية في المجالين دورت او اكتر من المجال مبينباكس من نقطة تحول او اشياء البيتك واكتمنى ان هو يستمر وينتشر اكتر ربك من نقطة تحول في مصر لان اهتمامكم بالبحث العلمي هو ده سبب نجاح مصر ان شاء الله مطفائل خير مصر ده واهتم Cuz ببعث العلمي ووركز الضوء علي العلماء وعالبحث العلمي لان العلم ومعظمنا كمان بالخصص في المجلس البحثية ما عندوش فرصة توصيل المعلومة زي الجماعات يعني الجماعات عنده طلبة وعنده يعني معروف والنون هناك في الوس الجامعة ده دوتور فلان اما انتي هنا لو خبطي في اي واحد وانتي ماشية ده تلقي دوتور فاحنا كتير جدا جدا فبالتالي مفيش عندنا تصديد ومفيش عندنا يعني الانسي بتوعنا او الناس اللي ممكن نوصل لهم معلومة عظم جدا محدود نقطة التحول بالنسباني انا كمان كالجميلة اوي ان بدأت بدايتي كيميسري ان جمعت الكاهرة 94 وبعدين تمهيدي 95 في الورجانيك كيميسري في 98 خط الماجيسير في البيليمير وده تطبيقاته رائعة 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 يعني انكمع تطبيقات البيليمير هي عبارة عن فولي ميرز اللي هي عديد الميرالاوت يونيت يعني متعدد الوحدات بتوصل لساعات بالمئة الالاف من يونيت السبيل للتطبيقات الافسط حاجة مايك زادوت فيه بلاستيكس ده بليميرز الجلد زادوت ان انا نعد عليه ده بليميرز هاتك المدابس ان انا نبسة وان حكي لابسها ده بليميرز الورق اللي احنا نتكتب في دلوقتي او الكتاب اللي هو قدرنا ده هو The Polymers الاحبار نفسه اللي كتب بيها The Polymers فتشوفي ادعيه كم أبليكيشنز وبس في حاجة واحدة بس وده يعتبر جزء من جزء The Polymers فيه حاجة اسمها Biopolymers اللي هي الانزيمات او بروتينات جزء تاني بعلمه ممكن تلاقي واحد في Polymers ما عرفش اوي في ال Biopolymers كل واحد متخصص حاجة نقطة التحول عندي كانت جميلة اوي ان خلصت كامسري وخلصت ماجستير بني رباني قرامني اتلعت امليكا سنعمل هندسة كيموية في امليكا هناك في نورس كاولينا خدت هناك سيميستر و بس بسبب ان في خلافات حصلت في هاتة مدة الاقامة بتاعتي انها طلع معي ماجستير هناك قالوا لأ قد تاني ماجستير من جديد فكنت طلع بس مكسم خمس سنين الدكتور بتاعي قال لي انت سنتخلص ماجستير دكتورة وانت شاطر كده لما شفت جبت الحمد لله جبت ايز في اول متحانات قال لي انت ممكن ست سين ونص تخلص ماجستير دكتورة والباسة خمس سنوات ابطارت الروحين اسيب خلص الهندسة وارجن عن تاني ايه لالسعينس فروحت بريطانيا وخدت في بايو كيمسري فبدأ عندي بايو كيمسري وانا في القصد فوليمير او كيمسري دي نقطة التحول في حياتي خلتني اقدر افهم مجالين علميين وقدر اعمل تطبيقات باستفاد فيها بالمعلومات اللي عندي وخيبات اللي عندي في المجالين دولت وده الفضل الله اداني اه 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 اقولك يعني ميزة ونقطة التحول في حياتي اني مجادل ما بقتش الحمد لله ببص بال البوليمير زي الاول ببصول كبوليمير او بصول كبايو بوليمير في نفس الوقت اه الحمد لله من ساعة ما جيت هنا المركز ومركز الفضل الله كانت ترهين الناظر هو الريس المركز اهتمي جدا اهتمان جدا جدا بينا وبشعب البحثين السجين جداد اه بدأت في معامل انا خدتوا ابيض فراضي خالص لكن فضل الله جيت مشاريع اه اه اجبت طلبة وبعدين عندي مشروع تحالي اوروبي بيت في محكم وباخدت مشروع تحالي اوروبي وبعدين فضل الله خدت مشروع sdf من الصندوق طيب حديدك يعني متعدد في السفريات وروحت امريكا وبعدين كمان انجلترا عايز اقول ماذا تطورهم في مثل هذه العلوم ازاي فعلا بيهتموا فعلا بتطوير العلوم بيهتموا بالباحثين بالعلماء شباب الباحثين يعني عايزك بارتو تتكلمني عن الجزء ده لانه مهمة اوي ان احنا نعرف يعني حياتك كيف تشكلت على ايدي باحثين وعلماء جنب والله سأل جميل جدا وقولك ان هم لا بيهتموا جدا 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 بيه اولا الدكتور مسلا هناك انا كنت جامعة جامعة ليتس في بريطانيا الدكتور اللي هو اللي اطور اللي هو دين حولت عليه من مخصوص من امريكا ده عنده خمسة بيتنس بيتنس هناك بتاعني شيء كبير قوي لأسف في مصر هنا عميش بنفس القوة يا رب ان شاء الله تبقى مستوى يرتكع طبعا كده ان شاء الله نحايا الراجد ده هو راجد ان شاء الله في الجامعة كان دية زملائي بعمل دكتوراه قريدي هم بعمل دكتوراه تابع مشروع يعني شركة بتجيلهم تقول لهم انا عندي مشكلة فولانية وانتو متخصين في المجال ده من فضلكم انتو عايزين ايه؟ عايزين انكم ساعدون لحد دي مشكلة دي لا طب اوكي احنا احنا طلباتكو ايه؟ قولوا مسلا عايزين اجازة فولاني هنجيب طالب احنا انتو تصرفوا عليه كشركة وهنجيب اجهزة ونجيب كامويات ونجيب له مرتب وندى للجامعة وندى للدكتور نفسه ده هو مشرف عليه حسن يحل المشكلة دي خلال مسلا سي ترى سنوات يبقى بالتالي الشركة نفسها استفادت من الخبرات الجامدة اوي 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 في الجامعة دي انها تحل المشكلات ومجرد من المشروع انتهى اللي هو حت تحل المشكلة الطالب خد دكتورها الجامعة استفادت بقى عندها جهاز الجامعة جعل لها budget الدكتور نفسه جعله مرتب زيادة في مرتبه الشركة المشكلة تتحلت كله استفاد السلوب رائع مش جاسي بعمل نقطة في السماء كده جات في بالي مشكلة بتاع افكر فيها اجيب لها تمويل منين الله اعلم اقل تمويل المركز تمويل البلد تمويل اي شيء احسن احل مشكلة الله اعلم هي اصلا مش موجودة او انا مش عارف او انا ممكن بتوقعها او هي موجودة بالفعل بس مش عارب انا معنديش مصنع احسن اطبقها عليه او كده فتحسي هناك لا هناك كل ماني بتحطي في مكانه الصحيح ده شيء النقطة اللي حقبت عليها جميلة جدا حتت اهتموا ازاي بشعب البحسين ده شيء انا لمست برضه قبل مخلص التراعي كان اتعمل كومبيتيشن على اللي عنده افكار ابتكارية وبدوا يجمعونا يا جماعة اللي عنده شيء ابتكاري يطلعوا وروحت كومبيتيشن زي كده وصفتت منها جامل جدا 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 نفعتني ان جاي بعد كده عملوا كومبيتيشن تاني قالوا يا جماعة فيه ثلاث مدن ليتز وشافيلد ويورك هنشوف هندي ثلاثين مشروع للثلاث مدن دولت يخش كومبيتيشن من ديكاترا على من الساوى ثلاث مدن دولت اللي هيقدر يخطنعنا ان هو هقدر يعمل حاجة بدن صغير مشروع صغير يتطبق وفكرة كويسة وعنده بيتنس او هيعمل بيتنس يقدم فيه افادني اوي ان انا كنت في كومبيتيشن ديت انا قاعد في اللجنة تخيدي مثلا اللجنة دي في يهمين بقى انا راجل كساينس كل اللي معظمنا هنا يعرف الساينس ايه ان انا في المعمل واعرف شو لي في المعمل بس وفعلة كلا لا هنك مش كدا هناك ان اقعد فيه واحد متخصص في مجالي كويس قوي وفي عندك واحد متخصص في يعني برقات الاختراع يقول لي مجال دي ينفع او ما ينفعش عشان لو يعمل مصنع لي يبقى التالي هو محمي ولا مش محمي فيه واحد قاعد بيتنس مان هو اللي هيما اقول الموضوع ده المفوض ان هو يصرف اخذ الدقاء في ماني ويجلبه دقاء ماكسب يصرف الدقاء اخذ الدقاء فوض ان اقعد وصي هذيكم بنشها من كل واحد لي من ثلاثي كل واحد لي يصيوه بلغه معين انا فوض اقنع فيه ثلاثة دورت لو اقنعتهم اخدهم مشروع انا كنت خامس واحد يتقدم والثاني واحد يتقبل الثاني والثلاث والرابع تصيقته والفضل لانا اجعته فدعلمتني ازاي ان انا اعرف اخاطب كل واحد بلغته اخاطبه الناس خادر عقولهم وفي نفس الوقت انا عنديش عندي من ثلاثة مختلفة في العرض ازاي بعرف اكلم كل واحد بالحاجة اللي هو تكذبوه وفي نفس الوقت التاني ما يحش ان هو قعد كده مش يعني متضرر من القعدة لا الكلام كله يعني يفيدهم وكلهم يحس ان هو كلهم ساتسفايد بالموضوع ده خدت المحمد الله للمشروع ده كان تلاتين الف السنينيين كانت ساعتها السنيني كان كان بالضبط اتنين وثمين الف دولار في السنة التخالي واحد ده سم خلص دكتراه وبيل يفضل اتنين وثمين الف دولار اعمل بشغل ففيه اهتمام جميل جدا جدا من بحث الانمي وده كان كنواه ممكن تعمل بصنع بك لما جيت مصر هنا قفتني اوي اوي الموضوع دوت ان الحمد لله خدت جاهزة من امريكا على اول مشروع الحمد لله انت عملته هو مشروع الحد الروكلي على انتاج الانتيبيوتكس في انزيم اسم بيليسين ايساليز ده بيانتاج سكسي ابي اي هي دي الاساس في انتاج حاجات سهلة اوي اشرحها للمعظم الناس اموكسلين الحاجات اللي انا عرفنا اموكسلين اموكسلين ده النواة التي تنتج 65% من معظم الموضوات الحيوية من السواء العالم فلما انا باكلم حد بقوله 65% من السواء العالم طبعا موضوع مهم جدا فعليه ضماندة عالي او طلب عالي مش جوستن باعمل رسيرش مهم لا رسيرش وفيه كمان لك ناس عايزة ناس محتاجها ده بيدي ضماندة عالي ده بيخلي البيزنسان يفكر فيه اه لا موضوع مهم او انا لو مولته انا هكسب النار كتير او ده الحنظر اخدت فيه من جامع تكسس اخدت فيه جايزة كانت في مصر بالظلط هما جوم هنا عاملوا تقدم 350 مشروع صفصفوهم لغات في الاخر فضل اخده احسن اربه مشروع عاملسان ومصر انا الفضل كت واحد منهم خيبة امريكا فدت نجامد جدا بريطانيا فدت نجامد جدا فدت نجامد جدا في الناقض اخذيه الجايزة لان كان نفس الموضوع قاعد برده قدان نفس اللجنة نفس الكونسورتيوم نفس الفكر وكلام معه ده احد مشاريع بساعتها للأسف يعني جيب علي كده شركة ادوية كبيرة كانت مستعدة انها تكمل في المجال ده ومرة واحدة قال انا ماشي بس مشغول شفية عن مؤده في مجلس الشورى وسياسة ومضوع معيات بعد كده ما توقفتش عن جدا كده والحمد لله عندي شورة كواية جدا فيه وعندي فيه بيتنت وبالتختراع فضل الله مصرية مقبولة وموضوط الصحة مقبولة بالاضافة ان كمان هنا دوتراني الناظر اللي معرف اهمية الموضوع ده وافق ان هو مولي مشروع ان يحولوا كمان بيتنت امريكية وبالفعل دفعنا في البداية يعني يكون فيه النوع من الدعم الامريكي لهذا المشروع والاتمام خطواته بس يكون في داخل مصر اول بيتنت بيعمل ايه البيتنت لما انا عملت بيتنت مصري يبقى انا اقدر احمي منتجة مصر بس لو المنتج ده حد عمله وزا سيم في اي دولة تانية برا مصر من حق ان هو يعمله لو انا سجلته في امريكا يبقى انا بالتالي حاميته جوا امريكا يبقى لا يمكن حد في امريكا يقدر يعمله غيري يعني هو داي ميس ان انا بحميه في الدولة اللي انا بحميه لو انا حاميته في اليابان يبقى اليابان بس حماية يس بس لو حاميته اتحاد اوروبي يبقى كل اتحاد اوروبي بس طبعا كل واحدة من دي ديها فلوس مطبع معترمين في امريكا احنا اخترناها كدولة قوية جدا دولة عندها حسدادنا ممكن انت تنتجه هناك وتعفت يبيعه كويس فكان هو ده اختكار امريكا جيب عليك طبعا نظر سابر الرئاسة جيده طرق ارشف شعلان فضل الله برضو استمر في هذا الامر والحمدلله برضو هنا في خلال الاخلال ان شاء الله وقت رب ان شاء الله شهير ان شاء الله كون جدنا البيتنة النهائية وربنا يكن ممكن نعمل حاجة وطبعا اعمالها في مصر ابل اعمالها في امريكا لاني دي بلدنا وانا انا تعلمت فيها ونفسي ان انا يبقى عندي منتج وبعض الصورة فرصة فرصة كويسة جدا جدا يبقى عندنا منتج بتاعنا ده احد الاشياء دك رايزة تكلم بعد يعني هذه السفريات والنجاح فيها واتمامك لهذه الدراسات يعني او الدراجات العلمية الماجستير والدكتوراه ما هي الابحاث الجديدة اللي قدمتها في داخل مصر في تخاصص الكيمياء يعني برضو نحب ان احنا ناخد فكرة عنها واهم النتائج احد احد النتائج او الابليكيشنز قلنا مسلا هو انتيبيوتكس ده كان احد النتائج في حاجات تانية الحندول عملناها اكتر حاجتين ممكن تهم اي بلد ايه الطعم الغذاء او الايه والدواء فاهنا قلنا خلاص الدواء انتيبيوتكس من الانتاج العالمي فدا الواحده يعني كفاية او ان هو يحل معظم مشاكل الدواء طب الجانب التاني كان ايه ان احنا قلنا الغذاء الغذاء والبولوشن التلوث في الناس الوقت حاولنا ربطناهم مع بعض في حاجة ظريفة اوي وفهم مشروع جميل جدا تخضرنا فيه للصندوق الابتكار الاسد اف في مغزم الاسد اقتصراب القرمة 75% من السكان العالم بيعانوا من حاجة اسمها في سكر اسمه الاكتوز دة موجود في الالبان في ساكترا جدا ينشبت لبن يجعلها اسهال يجعلها انتفاخات يجعلها اقلم في البطن ان ان كانوا من السكر ذاهل وذالت في الاطفال مثلا طفل ليس قد يأخذ لبن من أمه خالص وبالتالي يجبون لبن مباره يشربه مباره طب قال ليك السكرة ده حاله ايه؟ قال ليك ملوش حال ملوش حال خالص فيش علاج للأكتوز إنترولنس نهائيا طيب طب كمان يعمل النازجات محتاجة لبن او محتاجة ديري بروديكس اللي هي منتجات الالبان زي الجبن والزبادي والأيس كريم تحت حكتر جدا جدا يعني طب بالتالي كده نازج كلا حرمت من كل الهجات دي وفيها كالسيوم عالي فيها بروبيواتيكس عالية فيه فقال ليك الحل ايه؟ هو ربنا خلقهم الانزيم ده عندنا موجود في الطبيعة عندنا لكن في مش هتقولك يعني دول أجناس معينة الانزيم ده شبه مش موجود أو ضعيف جدا فبالتالي جفاقت تكونن كده ممكن في أوروبا وكده عندهم الانزيم القوي ما شاء الله معظم المشاكل دي في أفريقيا وفي أمريكا برضو اللي هي أفريقا أمريكا وفي دول كتير فتلاقي نسبة نسبة عالية يعني 70-75% الانزيم ده عندهم شابه من شغال أو ضعيف فقال ليك ايه؟ طب خلاص احنا لم يحاجز ضريفة جدا نديهم بلز حبة ياخدوها فيها الانزيم يعني تساعد شوية قال ليك البلز دي برضو غالية وفي نفس الوقت بتنزل كأن الستمك دي فيها حمودة عالية بتكسر اي الدوة بينزيم يعني بتكسروا فبتضيع القيمة بتاعته فبالتاني نبقاش كويس قال لي خلاص نشوف حل تاني قال لي خلاص نجيب اللبن عادي ونحط عليه الانزيم ده احنا من بره نصنعه ونحط عليه فالانزيم يكسر اللبن اللاكتوزة يكسر المين لجلوكوز الجلوكوز صهر الهضم وكده ندلي الناس قال ليك ماشي بس هو مكلف والانزيم ما بحطه هو سائل واللبن طبعا سائل فالانزيم بيخش يكسر عمزة مقص يقطع كده اللاكتوز يحوله بدوكوز وخلاص وبالتالي ممكن اشربه بس الانزيم ده لازم اموته ما نفعش يديل حد هو عايش فبالتالي يبقوا مغلين اللبن او يغلين حاجة عجامد ممكن هو بيغلي اللبن ممكن اللبن نفسه انجودته نفسه تتغير لو في تانك كبير جده مثلا لقد قد قضه غيت في مصنع بيتكلف حرارة وبيكلف وقت فقال ليك الازرف من كده وكده نعمل ايه قال ليك لو ان الانزيم ده اقدر اخليه صورة صلبة يبقى اللبن سائل وهو صلب يبقى سهل او يافصل سائل من صلب لما شايف الانزيم قدامي بعد ما حطه يعمل التفاعل اشيله اللبن يتحول والايه والانزيم عندي هو فكل في حتة دي اخطر من النقطة حتة حتة انه مش عايز يكلف التسخين وممكن المنتج نفسه يتقصر والميزة التانية مهمة او ايه انقلت الانزيم ده عمز المقص حالي المقصنا ما بقش بي وما يشع ورقة بيحصلوا حاجة هو ده نفس مضاء الانزيم نفس مضاء الانزيم عنده قدرة انه هو يشتغل اكتر من مرة فانا هاخد الانزيم في شكل الصلبة اخسله احطه في لبن ثاني فيه الاكتوز يكسره او يقصه يكسر يعني الله يفتع عليك اقدر اعملت تدروبه ده كم مرة عشرين ميت مرة يبقى الانزيم ده غلي جدا كنت اول مرة بحطه مرة واحدة بس وبخسره لو مثلا سي مثلا فتنكي كبير الف جنيه الانزيم ده يبقى حطت فوق تكلفة اللبن الف جنيه ده او انا حاولته بالمنظر ده سكل صلب و اكتف و ناشط و استخدمت عشر مرات يبقى التكلفة قدت كام من مية في المية لعجرة في المية يبقى حطت بالزبط فوق تكلفة اللبن مية جنيه بس لو عملته مية مرة يبقى عشرة جنيه فتحس انه هو يعني الموضوع ده عالي جدا ده كان اساس شغل بتاعي ده اسمه باي بوليمرز و اخترت باي بوليمرز اللي دلوقتي ده اكل و شرب انا عايز الناس اللي تاخده و ما احتراش مشاكل لازم يكون حاجة الجسم يقبالها و حاجة مش ضربة الصحة ده اللي خط علي موفي زورة الصحة و في بيتنت و فضل الله امريكان نفسهم اهلو احنا بان 30 سنة في الموضوع ده محد يشتا فيعمله و دي بشهادة منهم عندي دوكم بذلك يعني استطعت ان انت تقدم حل او بديل يعني لمشكلة كانت فعلا يعني واقعه و هم احتروا فيه كتير الحمد لله الحمد لله و الموضوع ما قفش عندي كده فكرنا قوله طيب دلوقتي احنا جدنا اللبن ده و كسرناه و الناس بشربه و الحمد لله كويس احنا عزين برده ده اقتصادية اعلى واعلى فكرنا في ايه بقى شرش اللبن ده بيمثل يعني يقولك مشكلة اقتصادية رهيبة جدا و مشكلة بيقاي شرش اللبن ده نسبة كبيرة جدا جدا من اللبن مثلا في الجبن و كلام من ده بيبقى جزء امارا فيه لاكتوز بالنسبة مش قليلة وساعة حسماء برميات بيوصل غد 80% فيه لاكتوز بيعملوا ايه مشكلة ايه حاجة يعني هو بالنسبة لهم ويست يعني عادين يرمو بيرمو في مصارف الصحية و بنصوه في البحار و كلام من ده فهو اكمل انه فيه حمودة عالية بموات الاسماك السهر والسماكية بتموت كمان يقول بالتالي انا لوس البيئة واخسرت شرش اللبن ففكرنا فكرة ظريفة جدا ففكرنا فكرة بالله يعني وكان معي الدكتر حمد الديواني ربنا يبريكلو اشهد له أستاذ معاني هنا كان فيه الفكرة في الفكرة دي نفسها هو كان معي فيه بيسا برضو حاكم قال هو ما شاء الله علي و فيه طالب مشترك شارف هذه المخطأ الفكرة جميلة في موضوع ايه دلوقتي شرش اللبن ده فيه لاكتوز طب انا بالتالي ممكن الاكتوز احط عليه الانزيم اللي هو اللي بيكسره اللي ايه الجلوكوز يبقى اخصر حلاوة طيب قلنا كمان لو انا عملته على او على الكتود زي ما هو هو الكتود زي واحده بقى الجلوكوز تعمه احلى وكده ما بقاش ممكن يشرب بتحط في المشروبات في العصائر ويتحط في المشروبات الغزية يعني يبقى في باعد منه الفكهة الاحلى واحلى من كده كمان طيب محنا ممكن نحول الجلوكوز ده لسكر اشد حلاوة اسمه فراكتوز ممكن مرضى السكر لو قلت كمان فراكتوز يعرف او يعني فراكتوز لمرضى السكر ينصح ولو حاب ياخد سكر ياخد مين؟ الفراكتوز الناس اللي بتعمل تخصيص ترف او يعني فراكتوز اللي عايز يخصص هو الفراكتوز يبقى التالى هنحول اللاكتوز اللي هو في الشرش بيترمي بيدوس البيئة حاولنا لجلوكوز اكثر حلاوة حاولنا لفراكتوز اشد حلاوة اربع اضعاف وفي نفس الوقت مرضى السكر ينصفهم جدا اللي عايز يخصص ينصفه جدا خليب عندك منتج من حاجة تتلمي وتوصل بيئة عن طريق برضو نفس الموضوع انظيم بحمله يبدأ هو يعمل خطوات داية وفي نفس الوقت الانظيم بيستعاد استخدامه عشرات المراض في ناحية اقتصادية رائعة دكتور يعني هذه المشروعات البحثية او هذه الابحاث تحتاج الى دعم او تمويل يعني في داخل المركز القامل البحوث لو حبيت ان انت تعملها وسطا انها بتصل الى نتائج مذهلة يعني زي ما حيك قلت احتار البعض في الوصول اليها ولكن في النهاية هل انت بتحتاج لدعم معين امكانيات تكنولوجي معينة تقنيات معينة تكون متوفرة عشان تستطيع النجاح في مثل هذه المراحل والخطوات العملية؟ بالتأكيد مهما ان كنت اقدر اعمل شي انا امكاني ايه؟ ما اعمل هو ما اعمل انا اقصى حدودي هو المعمل ان كنت اقدر اعمل شي انا عندنا جهاز رائعة يعني يجي برضى فاعدة دكتور هاني النظر اه تتربع من الوين جنيه الجهاز زه مفيش منه في مصر الاثنين والتاني لا يعمل حسب معلوماتي يعني فبالتاني عندنا صهره ان انا اقدر اعمل اللي هو البيو بوليمرز اللي بتحطي عليه الانزيم اقدر اصنعه على مصر نصف صناعي فان عندي مصنع صوير في المعمل عندي طيب بس انا محتاج احسن اعمل كشرش او اعمل كلابن او اعمل كانتيبيوتكس وبط حيوية محتاج تنكات وحاجات بيوريكتورز او بامكانات ضخمة جدا ومساحات جنبة جدا وتكلفة عالي قوي دي انا مش هنقدر اوفرها انا الا ما يكون عندي يا انفستورز واحد مستثمر عايز يموّل الموضوع ده شركة نفسها ممكن تيجي وحنا بفضل نعم اعمل كلابريشن او عقد معاهم ان هما تجربوا عندهم الموضوع ده واحنا نتشارك مع بعض في الاول بالحتة العلمية وهم عندهم الحاجة الاجهزة يعملي خط الموضوع نجح نتشارك في الارباح ده فكر بره فانا محتاج تنويل عالي جدا انا لو يمكن في معملي ان انا هقدر اعمل منتج في السوق من اتو زاد لازم يكون في بص هذيك الموضوع عصنا اصل من المستوى معملي المستوى صناعي بيمر على مراحل ابسطرت شوية لو الدواء انت تغديده اي دواء تختيه انت بيقيته او كده الدواء ده ما بيجيش كده مرة واحدة بيعضوه حد صنع الدواء فضالي خدوه الدواء بتعمل في المعمل وبعدين بتعمل حاجة اسمها انفيترو بيتجرب على كيمويات عادية وبينتعمل له حاجة اسمها سيلاين حاجة محاكاة للحاجة الحية وبينتعمل لحاجة انفيبو مرحلية اولية يجيه واسم فران تجارب او يجيبه عن طريق وبعد كم مش عارف ايه كم تأكد تماما ان هو ناجح يبدأ جارب على الانسان فنفس الموضوع ده وانا عامل منتج هيمسي الانسان بالذات بيمون وراح طورا جدي فانا محتاج دايما ان انا يكون عندي فيه تجارب من ثلاث شوية الشركات دي لازم تعرف انها في يوم الايام وجودها في الدنيا محدود لو تعامل منتج اقوى منها او تطور اخطر منها هي ممكن تقفل يفهد ان هو يحط عنده يجب ان يطور نفسه او يجب ان يحتاج بينا بالمعكز البحثية والبلد هي نازم تعمل معنا تساعدنا في الموضوع ده لان انا مش هقدر اعمل او مكز نفسه او اي جهة بحثية ما عنداش امكانيات تعمل مصنع دي حاجة ثانية الاعتاخد سياسة المعكز البحثية والجامعات الجامعات تقولك انا وظفتي ان انا اعلم الطلب وممكز البحثي انا وظفتي ان انا من ابحاث مستوى ما اعمل انا مش هامل مصنع انا مش مظفتي ان انا اروح ادوع المصانع واجه وراهم هذا فكر قاصر وما ينفعش ان انا افضل فيه بعض الثورة من هذا الواضع لا انا محتاجه هم محتاجيني انا عامل شوية تضحيات شوية بالتأكيد العلاقة متبدلة دكتور عايز اتكلم عن فكرة نشر الابحاث العلمية وهذه المجهودات الحضرتك قمت بيه هل فكرت فعلا تنشرها حتى يستفيد منها اكبر عدد ممكن من البشرة والله هاللي كان هالشي اعملت وربنا يا رب يتقبل ان شاء الله انا لي الحندول الله كتابين منشورين فضل الله وده احد احدث كتاب فيهم لسه جاي من حوالي شهرين اسمه انا متخصص حاليا في البيو بوليمر والنانو بيو تكنولوجي اختيار ان هم يختروني اديتور لكتاب نفسها انتك ده شيء طيب جدا جدا وشيء الواحد يفتخر بيه انه هو اسمه بقى في حاجة عالمية و open access اللي هو مفتوح لكل الناس عنين كان رحبت اوي اوي وكان ليه حتى كمان نشرت open access وكان بماني وكان فوق الريدي هيتقبل في مجلة على اساس انه هو free للناس كلها لانهو العلم انا بالنسبة لي علم مش عادة اقصره على معمالي بس او على الناس اللي هي عندها فلوس ترغب تشتريه اللي اخدي بعدك البحث العالمية بفلوس ومكنش الجهة البحثية اللي انت مشتركة فيها معها access للجهة لي مش هنالك كده احنا وقفنا خالص عن البحث لان الكتاب ده الحمد لله اسمه biotechnology of biopolymers edited by majdin nashar وده بيوجرافي صورة افتاعتي وبيجرفي عنه الحمد لله الحمد لله خاصة معلوماتي الحديثة ان كنا مصر الوحيد اللي نشر في الجهة ديت وشيء افتخر بي وشيء اعتقد المصريين كلهم افتخر بي ان احنا الحمد لله معروفين وده هيقردنا العالم كله حاسنا وعرفنا عميل ايه النشر مهمة اوي 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 وشيء اقدر انشر في مجالات عالمية قوية لدي كون عندي cv قوية حاجة دي هتساعدني في النشر بعد كده اسمح لي اسألك عن فكرة يعني دخول او ارتباط البيوتكنولوجي بالبيو polymers يعني عايز اعرف هنا المجال البيوتكنولوجي ازاي بيخدم المجال ده البيوتكنولوجي اعام كتير اوي من البيفونيمرز يعني البيفونيمرز حتة منه يعني البيولوجي يعني هو الكتاب ده لو بصيته عليه هتلاقي عنده تخصصات كمير جدا حتى في منهم حاسمها موديلنج اللي هو بيعمل ديزاين ممكن واحد بيواضي نشر في الكتاب ده واحد كيميستري نشر في الكتاب ده واحد هندسة نشر في الكتاب ده دور نشر فيه امريكا عندك روسيا عندك بريطانيا عندك مصر عندك عند الانا نشر فيه دور كتر جدا فيه فمثل الحلاص مبقتش زي ما قلت مشوية في البداية العلم بقى مفتوح كله بيونشر فيه والشاطر اللي بيعرف يربط اكتر من تخصص مع بعض في المجال واحد احنا محتاجين قوي قوي نركز بحشة عامل فترة جاية انا كبداية وفي ناس متأكد طبعا عملوا زي كده وعمل افضل من كده بالمراحل كمان اعتقد بالتعاون مع بعضينا وبوجودكم معنا والنقطة بردو تحاولت روح مصانع انا ارى ذلك يعني روح مصانع يعرضوا عليهم يعرف منهم مشاكلهم ايه ازاي هو نفسه مكتور نفسه ايه المنتجات اللي هي في السوق اللي بره نفسه يعملها تمص وعايز يعملها زي ما احنا بتاردو شواضينا ديهم هم انتو اعرضوا بردو شواضيهم دينا احنا على اساس احنا هتسهلوا بنا وبعض يحصل كونتاكت لان المصنع مش سهل يتكلمني عم مشكلته وانا مش سهل اوصلوا صوتي اوصلوا خبرتين فانكن ده طلب من نقطة التحاول كماناميكو ازاي ان احنا ربط تربط اتنين مع بعض ده مصالح مص وصالح البلد هيبقى كويس جدا جدا نكتور يعني فخور بعد يعني توصلك لهذه الابحاثة العلمية وهذه المشروعات اللي انت امت بيها هل لازال لديك لسه مشروعات جديدة هناك افكار ممكن تخدم بيها مجال الكيمياء الحمد لله انك انا شرحت مجال اللي هو الدواء والغذاء لكن فضل الله انا قمت انك اعمل مجموعة اسمها بايو بوليميرز النانو بايو تكنولوجي فضل الله اندخدنا في النانو النانو تكنولوجي هي خلاص بقت صايحة ورازم الواحد خلاص يخش فيها عشان يبقى دي صبكة في البداية ونبقاش متأخر عن الناس وميزة اللي وقت الانت موجود والابحاثة شبه موجودة وبنف نجيبها عن طيق صاحبنا بنجيبها امهم افكار فضل الله نجيبها الحمد لله في عندي فضل الله ارشالتين في النانو عملنا النانو بميلياتيك باريكلز النانو اللي هو طبعا حجم 10 اصناق 9 متر حاجة يعني ان الملي اللي هو في الصنط ده اسمي 1000 قطع عيام النانو عملنا حاجة مع نفسية عن طريق ماجنيتايت حق حامل ماجنيتايت وربطنا عليها بايبونيمرز عشان هي ممكن اخطها كده مثلا في معفوق زجاجة صغيرة ارجوها انت شاف قدامك لون انت مشاف قدامك اي حبوب لان هي نانو هي ما تشافش بالعين المجردة بس هيك منها غمقة في مدية لون غمق ممكن تعمل شغلة كتير جدا فصل ممكن تحملها ادوية ممكن اصل بيها بروتينات ممكن تشاغ دمها في الحاسمة ايمينولوجي اللي هو عام المناعة الحاسمة ممكن تخش هي تمسك حاجة معينة بعنيها بعد ما مسكتها في حاجة تانية هي مش عايزها اوم جاي بمعطيس من بره الازازة يوم ساحب النانو ماجنتيك بتاعتي عالجدار الحاجات التانية مش تجري معها لان هي مش مسكة في النانو ماجنتيك بارتكالس اتفاصل اوم رامي كل البقيين اللي موجود عندي عنه ده اوم خطف محلول مية و اوم فاصل منه المادة لان عايزه ده علم حديث قوي اه وفضل الله يعني يا ربنا كتير نعمى فيه شواله كويس البحث العلمي عامات حمل متوقف عند نقطة معينة البحث دائما اشغال وعايز اعمل احدث بس فيه نقطة قولك عليها مهمة اتمنى لوحد موصلهاش ابدا يا رب ولا انا ولا غير الاحباط ما انت انشاء قد تتصلي مثلا لنقطة كويسة وتتوصلي لحاجة كويسة جدا جدا طبعا تقضي اشادة ونعملك مصنع وتجي في الاعلام وتجي في التلفزيون كتير جدا طبعا طبعا سنين طويلة انت بتحلمي تعملي حاجة وفضل تتوصلي لها وبعدين تلاقي في الاخر مضوع خلاص تبدأي تخشي ببحث علم جديد وخط جديد تقضي كم سنة وانت والطلبة اللي معاك وتسعى وزملائك طبعا من دكاترة وبعد سنين طويلة تفاجئ برضو تاني الموضوع نايم كم مره من المشروع بين الواحدة الوضع بتعرف ان اخذتك ايه الموضوع هيموت طبعا نخشي بقى في حاجة جديدة ما خليني زي مانا الناس ماشية الحمدلله الشعور لما يعني فضل الله مش موجود بس احشى ان هو مجيش في يوم الايام فاتمنى ان يحصل لينك كويس بيننا بالصناعة لا جميل والله انا سعيدة جدا بيعني اطلالة طيبة فعلا على الارتباط ما بين الكيمياء وما بين تطبيقاتها يعني العملية والعلمية المختلفة وسعيدة ان فعلا في بعض الباحثين زي حضرتك كده بيهتموا ب يعني وجود نوع من التطبيقات لان دي في النهاية هتفيد البشرية واتعود على المجتمع باكمله شكرك يا فندا انا سعيد جدا جدا وجودكم معنا ولا مشاكة جدا جدا لكم ان شاء الله شكرا بكم مشاهدين الكرام حتى نلتقي مع حضراتكم في حلقات جديدة وحوارات جديدة نشكر لكم حسن المتابع والى اللقاء جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة